أول قبل كل شيء الجمعية هي تعتبر جمعية فتية ما عدايش عشر سنين والله ثلاثين سنة مناشى سما كما قال أخي حمزة أرانا حني هذا ون بدنا نتلمد معناها تعرفنا عن نسات هذا يعمل في الواد والأخت تعمل في البياضة مثلا أخرى عدنا نسات أخرين في الرقيبة ونسات طيبين وخيرين كما لوجوه هذه اللي نعرفوها حبينا نطروا رواحنا لأن نشوفوا أن رئيس الجمهورية وما أدرك ما رئيس الجمهورية ربي يحفظه أن أعطى أولوية بالغة في إنشاء في المجتمع المدني أن أعطاها بالغة في الأهمية التاع وهذا من خلال أول خطرة ربما في تاريخ الجزائر أن المجتمع المدني يذكر في الديباجة القانونية وهذا ما حفزنا احنا كشباب عن النشاط نرجع قلت بخصوص المورد المالي المورد المالي تعتبر بعض الأحيان نقوم باتصالات شخصية معناها نقوله نتصله برؤوس أموال ولا نسات نعرفهم خيريين قال لعدنا الحالة الأفلانية الأفلانية أراه مريض الإنسان هذا وأراه في البلاسة الأفلانية ماذا بينا تتكفل بها احنا يرانا في البداية تاعنا ماناش رغبين بش نحكموا أموال ولا بش نا ماذا بينا احنا يجينا واحد قال الحالة هذه كانت تكفلت به تكلموه تكفل به احنا ما عدناش ماناش بش نقبضوا أموال ماناش بوستة احنا ماناش نعتمدوا على بوست ماذا بينا ثاني للخيريين اللي يتبرعون يجيوا مثلا نقترحوا عليهم كنقولوا لها افلان نقصات ولا كذا يجيوا يقولنا نعطيكم مادة ولا نعطيكم نعطي نشري لكم قلوا لها ماذا بينا تشري لأن الجمعية كما قلت أراهي مازات صغيرة شوي ماذا بينا معناها اللي يشري ذات يقوم يقوم واحدة بالعمل لأن عمزة ربما راهو واحدة ما يقدش هيد واحدة ما تصفقش في العمل الجمعوي تطلب حتى المتبرع لازم يزيد يتحرر ولازم يزيد يعمل معنا بيش يوصل للمبتغات تاعة وأجرى وهذا المور